جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلي حيث أكد خبراء اقتصاديون أن غياب مصادر النقد الأجنبي في اليمن يقود إلى عدم قدرة على توفير قيمة واردات من الغذاء حيث سيزيد ذلك من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الغالبية العظمى من اليمنين خاصة في ظل ارتفاع انهيار الريال اليمني أمام الدولار والذي يقود بدوره إلى مزيد من الارتفاعات السعرية التي تصطدم بغياب مصادر الدخل لدى أغلبية المواطنين هذا وتتراوح أسعار الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ما بين 746 ريالا و750 ريالا للدولار الواحد خلال عمليتي الشراء والبيع في كل من صنع وعدا فيما تراجع الريال السعودي ببضعة ريالات عن سقف المئتي ريال مع قلة المعروض للدولار كشف رئيس الجمعية اليمني لحماية المستهلك فضل مقبل منصور عن فشل محاولات للجمعية لتحديد أسعار الكيلو الواحد من رغيف الخبز ب300 ريال خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع بقية الأضراف الرسمية والتجارية المعنية مع تقزم للرغيف وضعف جودته وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح والدقيق والوقود والمشتقات في أعقاب انهيار الريال اليمنية ولفت إلى أن الحكومة اليمنية غير قادرة على الاستيراد أو التدخل لتوفير السلع وقال إن الدولة الشبهة مشلولة ويتم الاعتماد على القضاء الخاص بشكل كامل شهدت الحركة الملاحية في ميناء عدن ارتفاعا في إجمال عدد السفن الوافدة إليه خلال فترة من يناير إلى سبتمبر الماضية حيث استقبل الميناء 522 سفينة بزيادة 11% عن العام الماضي وإجمال عدد الحاويات المتداولة إلى 295601 حاوية وبلغت نسبة الزيادة في حجم البضائع المتداولة 96% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كما شهدت أرصفة ميناء المعلة مداولة مرتفعة إذ وصلت 26 باخرة إغاثة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل على متنها 366488 طن تنوعت بين دقيق القمح والبقوليات والسكر والأرز والقمح السائب وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر نحو ملياري دولار أمريكي من القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار وذلك بعد اكتمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض وقال الصندوق إن هناك تسارع في النمو بنسبة 35% وتراجع في معدلات البطالة إلى أقل من 10% وانخفاض في عجز الحساب الجاري بفضل تحويلات المصريين الذين يعيشون في الخارج وانتعاش السياحة وأشهد الصندوق بالاقتصاد المصري الذي يواصل أداءه بشكل جيد وأخيرا قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مايا إنه تم إبرام اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشركات البريطانية وسيمنح الاتفاق شركات الخدمات المالية البريطانية الدخولا مستمرا إلى الأسواق الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد طالما ظلت القواعد المالية البريطانية متماشية بوجه عام مع قواعد الاتحاد الأوروبي